الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق ثقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد عباد الله فقد روى الترمذي وابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه هذا الحديث مع قصره وقلة كلماته فهو عمدة في الدين كما قال النظم عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية اتق الشبهات وازهد ودعم ليس يعنيك وعملا بنية وهو قاعدة عظيمة في التعامل مع الخلق وفيه أدب عظيم قال عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المرء وهدى فيه أن الإسلام جامع للمحاسن إن الله يأمر بالعدل والإحسان وأن من ترك ما لا يعنيه وصل بذلك إلى درجة الإحسان وهي درجة عظيمة أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه وما لا يعنيه أي لا يتعلق بعنايته والعناية هي الاهتمام بالشيء فعلى العبد أن يعتني بما يعنيه من فعل الواجبات والمستحبات والعمل الصالح فكل ذلك مما يعني المسلم وينفعه في دينه وما لا يعنيه من المحرمات والمنكرات والمكروهات وما لا ينفع من المباحات فالمؤمن يجب أن يعتني بما ينفعه في دينه ودنياه وأن يترك ما لا ينفع من المحرمات أولاً الشيء المحرم هذا لا يعنيه فلا تهتم به والمكروه والشبهات وما لا ينفعك من المباح في أمور مباحة لا تنفع بشيء فيبتعد عنها الإنسان لذلك قال عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه هذا وأصلي وأسلم على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه هذه القاعدة إذا عمل بها المؤمن مع إخوانه عاش عيشة هنيئة بين الناس ومن فقد هذه القاعدة في التعامل مع إخوانه بحيث أن يتطلع إلى ما لا يعنيه من حياتهم زي ما بقولوا الليلة قل لك الزول دا حيشري داير يعرف أي حاجة داير يدخل في أدق تفاصيل حياة غيره من الناس وهذا الأمر لا يعنيه بشيء وأيضا من الناس من يتطلع إلى معرفة عيوب الخلق داير يكشف العورات ويعرف ما في بواطن البيوت من المشاكل فلان حاصل في بيت كذا وفلان فعل كذا وفلان اشترى كذا وفلان باع كذا وفلان ربح كذا هذا لا يعنيه فهذه قاعدة عظيمة جدا من عمل بها ارتاح وأرح ومن فقد التعامل بهذه القاعدة النبوية مع خلق الله جر إلى نفسه المشاكل وإلى عرضه وأخيرا هل هذا الكلام ينافي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن كثير من الناس الليلة لو وقع في منكر ووجد أحد نصحه يقول ليه كلامك دا غلط يقول ليه الكلام دا ما بخصت والكلام دا ما بيعنيك لا بل يعنيه لأن الله تبارك وتعالى قال وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وقال النبي عليه الصلاة والسلام مَنْ رَأَ مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلِيُغَيِّرُهُ بِيَدِهِ وهذا للحاكم أو لولي الأمر في البيت فمن لم يستطع فبلسانه فمن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان تجي ليه زول تلقى واقع في الشرك بالله عز وجل ادعو غير الله مثلا وذا ذنب عظيم تقول له دعاء غير الله شرك بالله إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يغفرون بشرككم يقول لك الكلام دا ما بعنيك وأنا حر لا 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 كلام دا بعنيني ولا بد أقول لك دا صاح دا غلط لكن للأسف الشديد الناس في زمن الليل عكسوا الأمر تلقاوا في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما يقبل يقول لك الكلام دا لا يعنيك لكن في بادي المسائل في الألقيبة والنميمة المحرم تلقى شغالي تكلم في الناس فلان فعل وفلان ترك لكن لما يأتي إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتدجر ولا يرضى بذلك وقال الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهونا عن المنكر والكلام عن هذا الحديث يطول ولكن ما ذكر يكفي نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا ويثبت أقدامنا وينصرنا على القوم الكافرين اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقوموا إلى الصلاة أرحمكم الله شكرا